اشتركوا في القناة 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 اللي جاي يكمله هو ده الاخلاقات اللي هم نتكلم عنها على الجميع كل ولاد النادي اللي قال وفكرة اللي بتتقلم ما بتعجبنيش من زمان قوي يعني ايه معارضة مفيش حاجة اسمها كده ده بيتحكوا عليكم معارضة ايه وزفت ايه ان اللي انا فهمه بتوب انت قناعاتك بشخص بتروح له بينجح التاني تجري تروح له وتسنده وتسنده في قراراته هو ده لكن راجل في المجتمع ليه اسمه كراجل اعمال كبير هو مش هو بس عاملين مشاريع محترمة وبعدين مع كابتن حسن انا اتذكر كانه في الجونة الاهلي الملاعب والدنيا 2013-2014 كان فيه مشاكل كبيرة جدا ومعسكرات طويلة الاهلي كان بلعب فين كان بلعب في الجونة في استاد الجونة عند نجيب سوارس واخوه سميح سوارس والحاج احمد السحفي اتذكر كمان كان بيوفره الاهلي كل حاجة اجي النهاردة نقولي الاهلي هيتباع عشان هو موجود والشركة موجودة والكتب اللي شغال ده ما تصدقوش ده تخلوش حد يتحق عليكو في ده محتاجين والاهلي بمضى الورق اللي ناقص اللي هو البسيط والمشروع الكوات المصلحة هتشارك فيه بشكل كبير جدا ونوصك فيهم والانجاز في المشروع بإذن الله محتاجين ويسام معانا بس من غير ما يشتري محتاجين ياسين بيه يبقى موجود وهيعمل ايه محتاجين كل اهلاوي اللي معاه ولي معهو ده حلم يا جماعة تعرفيني عن ايه استاد بالامكانات اللي الواحد شافها ده المفروض يتقال لكن الاصول بيطلع من ولاد الاصول لكن من الاهلي جوا بيته ما بيهنش حد الاهلي فاتح بيته لكل الناس بيرجال اعماله بالطيب بالمعهوش خالص بكل الاهلي ده سبعين ولا ستين مليون اهلاوي كل الطبقات موجودة الاهلي يفتح الابواب ولكل الناس عشان خطر انتخابات والنوايا الخبيثة اللي له نهار بنشوفها دي يحصل كده والواحد بيشوفها ما انا قلتلكم جملة ما بتصدقونيش البعض اللي ملوش كبير بيشتروله كبير مش احنا تعلمنا كده في الشارع اللي انا عايش فيه مع الناس البسيطة وغير البسيطة وكلكم اتعلمتوا كده يقولك الكبير اللي احترامه وكبير كبير المقام لما طلع على ابو تريكا بلا كده مليون جنيه برعة ابو تريكا مرداش ياخده كان عايز يشتري النادي ويشتري اللعيبة ايه ده كان بيحب الرجل بيحب بيقدر يسام بحاجة بعد فرحة بعد انجاز ده دور الناس اللي بيشارك في الفرحة ورجال عمل كتير كتير كانوا بيساموا ابراهيم بيصالح شخصية محترمة جدا كان موجود مع كابتن حسن كنت بشوفه كتير هو جهينة صفوان سابت مش كان موجوده بيسام عادي كله كلهم اهلوية في حد بقى متواجد مش متواجد دي شغلته مش احنا نجبره ويجي بالعافية ولا ده مش نازل الانتخاب ولا نازل بقى كنت عملت فيه ايه كنا موجوده يا رجل جاي دخل النادي الاهلي في حلم استاد لازم العقلية الاعلامية اللي مش عايزة تتغير دي نظرية المؤامرة اللي عايشة طول الوقت يا اخي ملعونا الانتخابات اللي بالشكل ده اللي بتشاء يا مش فاهم انا يعني ما احنا شفنا بشكل علني البعض بيقول انا مع المعسكر ده وبشكل علني الناس دول انا مع المعسكر ده كلهم محترمين اللي قال ده محترم والقال ده محترم انت اللي يقرب ويقول اي حاجة فيها احترام حتى مش عاجبك وبتكلم على الاعلامي اللي في قناة صدى البلد انا مبخافش ده كل يوم مفيش كده مفيش كده الفتنة دي مخليها نار ورقم واحد روح يا عمال السندوق اللي بعد كده عشان ما نطولش اكتر من كده اشتركوا في القناة